أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة دائما تخص خليل إبراهيم جيهان وسيلة تورك أغلو وقبل الخضوع في تفاصيل الفيديو لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق وليك فيديو اليوم نحن على يقين من أن بعض عشق سيلة سيكون لديهم علامات استفهام بعد مشاهدة هذا الفيديو نتساءل ما إذ كان أخوات خليل إبراهيم جيهان لا يريدون سيلة تورك أغلو هل هم من يمنعون هذا العشق أن يكون مع بعض بصراحة لا أظن رغم ما قيل قبل أن إخوان خليل إبراهيم جيهان الممثل الرئيسي المحبوب في مسلسل الأمانة كانوا قد اتخذوا إجراءات لزواج الممثل وكانت كل هذه إشاعات وكان أيضا من بين الشائعات أن أقارب الممثل الذين انتظروا الفرصة لإنهاء علاقة خليل إبراهيم جيهان بسيلة تورك أغلو ويبحثون أيضا عن فتاة للزواج منها وكل هذه ظهرت أنها مجرد إشاعات وظهرت الحقيقة بعد مقابلة سيلة تورك أغلو الأخير وبدأ العديد من معجبين سيلة تورك أغلو في الرد بعد أن قالت سيلة إنها ليست في حالة حب بينما أعرب البعض عن أنه من السابق لأواني أن تقول سيلة تورك أغلو هذه الكلمات وكما قال أيضا بعد المشجعين أنه سيكون من الأفضل لهذا التنائي أن يفترق قائلين أيضا من الأفضل أن يكون لديك نهاية مررة على أن يكون لديك ألم لا نهاية له لأنهم اشتبهوا في أن أخت خليل إبراهيم جيهان ووالدته لم يرغبون في رؤية سيلة تورك أغلو كعروس لهم أظن أن خليل إبراهيم جيهان رجل نارج بما فيه الكفاية يبلغ من العمر أربعون عاما لا يحتاج إلى من يتحدث نيابة عنه يجب أن يقرر بنفسهم من يحب ومن يتزوج ليس كما تريد عائلته إذا كان هذا الأمر صحيح ويجب أن يفتخروا بأن تكون سيلة كعروس لهم المهم كانت أيضا مشاركة لشقيقة خليل إبراهيم جيهان هذه المشاركة أشعلت الشائعات أكثر لذلك بعد أن قالت سيلة تورك أغلو إنني لست في حالة حب شاركت أخت خليل الكبرى منشور وتم تضمين الكلمات التالية في المنشور لا تتفاجأ عندما ترى أن من يضربونك على الظهر هم من يشبعون على طاولتك بالنسبة لبعض الناس الجحود ليس شيئا هذه عادة أصدقائي نترك تحليل هذه الكلمات الصادرة من أخت خليل إبراهيم جيهان لكم هل تعتقدون أن رد الفعل هذا كان لسيلة تورك أغلو؟ المهم أصدقائي إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء ومعيدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة مع السلام